لو بصيت على دائرة الاشخاص المحيطين بك اكيد هتلاقي حد من ذاول الاحتياجات الخاصة طيب يا ترى هل عندنا تطبيقات تكنولوجية تقدر تساعدهم على التعايش والتغلب على المشكلات اللي بتقابلهم ده اللي هنستعرضه في حلقة النهاردة ذاول الاحتياجات الخاصة ممكن يكونوا من ضعاف السمع والبصر وممكن يكونوا غير القادرين على النطق وممكن يكونوا من غير القادرين على الحركة وغيرهم وطبعا التكنولوجيا دورها الاساسي ان هي تسهل حياة الناس وتخليها افضل انا النهاردة جايب لكم شوية تطبيقات هيلة جدا وبإذن الله هتقدر تخدم ذاول الاحتياجات الخاصة تعالوا نستعرضها مع بعض اول تطبيق هو Be My Eyes وده عبارة عن مجتمع متكامل بيدم المكفوفين وضعاف البصر وبيربطهم بالمتطوعين التطبيق مليان options كتير جدا ممكن تصور اي حاجة قدامك انت مش عارفها وتحطها على التطبيق وهتلاقي ناس كتير من المتطوعين بيردوا عليك ممكن تحط صورة تي شيرت وتسألهم هو ده لونه ايه وممكن تصور اي جهاز وتسألهم استخدمه ازاي وهتلاقي الاجابة جات لك عن طريق Voice وممكن كمان تتواصل مع المتطوعين عن طريق مكالمات الصوت او الفيديو جوه التطبيق هتحدد الموضوع اللي عاوز تتكلم فيه علشان تضمن ان اللي هيرد عليك هيعرف يجاوبك صح ويساعدك بالمعلومات اللي انت عايزها تاني تطبيق اسمه Speech to Text وده عظيم جدا للمكفوفين او ضعاف البصر اللي بيكونوا عايزين يبعاتوا رسائل مكتوبة من خلال الموبايل تطبيق سهل جدا وفكرته بتعتمد انك تسجل رسالة بصوتك وهي بتتحول لتكست وطبعا تقدر تحدد اللغة اللي انت عايزها ومن ضمنهم اللغة العربية وبعد كده تقدر تبعات رسالة سواء بقى تبعاتها واتساب او ايميل او ميسنجر او حتى تشايرها على فيسبوك وبالمناسبة انا جربته ولقيت نسبة الدقة في تحويل الصوت لتكست كبيرة جدا التطبيق الثالث اسمه Learn Braille وده زي مواضح من اسمه بيساعد المكفوفين اللي عايزين يتعلموا الكراءة بطريقة برايل الشهيرة التطبيق سهل جدا في استخدامه وبيمشي معاك خطوة بخطوة من اول تعليم الحروف بعد كده اشهر الكلمات وطريقة قرائتها بعد كده كمان بيجيلك شوية اختبارات علشان يتأكد انك استوعبت الطريقة رابع تطبيق اسمه Invasion وده بقى حدوتة لوحده ده للمكفوفين اللي بيحبوا انهم ينزلوا ويخرجوا لوحدهم وكمان يعتمدوا على نفسهم هتنزلوا على موبايلك وتشغلوا هو بيعتمد على كاميرا الموبايل بشكل رئيسي وكمان تقنية الذكاء الاصطناعي اي حاجة عاوز تعرفها هتروح موجه كاميرا الموبايل ناحيتها وتسمع فويس بيقولك الحاجة دي عبارة عن ايه يعني لو دخلت مكان هتقدر تعرف مين اللي قاعدين حواليك وكمان تكون مسجل عندك سور حاجات معينة فاول ما الكاميرا هتلقطها هيجيلك notification على طول يقولك ان فلان قاعد جنبك او الحاجة الفلانية دي موجودة قدامك وكمان التطبيق ده بيقدر يقرى الملفات الPDF حتى المكتوبة بخط اليد يعني لو في اشارة قدامك مكتوب عليها اسم الشارع او اسم المحل هتقدر تعرفها بسهولة وطبعا ده متاح بحوالي 60 لغة خامس تطبيق هو accessible places وده للناس اللي عندها اعاقة حركية وطبعا بيعتمدوا على الكراسي المتحركة احيانا بتقابلهم مشكلة في توفر الاماكن اللي بتدعم موجود كرسي متحرك فالتطبيق ده بيقدم لك خريطة بتوضح لك ايه هي الاماكن اللي تقدر تستخدمها بالكرسي المتحرك سواء بقى كافيهات سواء مطاعم او بنوك او محطات وغيرها وده بيعتمد على تجارب سابقة لناس تانية بيدخلوا يقولوا ان المكان الفلاني ده تقدر تروحوا بالكرسي المتحرك وانت كمان تقدر تعمل تقييم للمكان عشان تفيد غيرها سادس تطبيق اسمه ميريكل مودس وده للاطفال المصابين بالتوحد واللي دايما بيكونوا عصبيين وده بقى بيضم مجموعة من الالوان والمؤسرات الضوئية اللي بتساعد بقى الهدوء وبتريح الجهاز العصب وكمان بيضم مجموعة من المقاطع الموسيقية الهدية اللي بتريح الاعصاب كل اللي هتعمله انك لما تحس بتوتر عصبي هتفتح التطبيق وهتلاقي شاشة عليها الوان دوس على اي لون وهتلاقي شوية مؤسرات بصرية بتظهرلك مع شوية مزيكة تهدي عصابك السابع تطبيق هو وده برضو للناس اللي بتعاني من التوحد لكن ده بقى بيساعدهم على التعلم النطق ويشجعهم على الكلام بطرق بقى لطيفة من خلال عرض سور جذابة بتخلي الطفل حابب ان هو يقول اسمها وتدرجيا بيبدأ يعلمك جمل كاملة تنطقها بكل سهولة ثامن تطبيق هو وده للناس اللي بتعاني من ضعف السمع والتطبيق ده ممتاز جدا لانه بيبدأ معاك باختبار حسة السمع عندك علشان يحدد درجة السمع بالزبط بعد كده بيبدأ يحدد لك الكورس اللي انت هتمشي عليه علشان تقوي حسة السمع عندك بعد كده بيرشح لك فلاتر ومؤثرات بتخلي حجم الصوت المحيط بيك يبقى مناسب لدرجة السمع عندك في النهاية عاوز افكركم ان ذوي الاحتياجات الخاصة عندهم طموح اكبر بكتير من اي واحد فينا ومش نظرة العطف والشفقة هي اللي هتساعده لكن تحفيزه وتوفير الادوات المساعدة هو اللي هيخليه يفرح اكتر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة